بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم أخوتي إخواني في القناة ياربي كامل تكونوا بخير وعلى خير فيديو ليوم مهم جداً أتمنى إن شاء الله تكملوا رح تكون هناك منحة جديدة رح تستفادوا منها أكيد نشكركم أولاً على دعمكم للقناة نشكركم على البلطاج نشكركم على البصامات نشكركم على تفاعلكم المميز في القناة إن شاء الله أبقوا فقط تدعمونا باعتستم القناة بكم لا تنسوا تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة تفعلوا جرس وبصمع الفيديو فضلاً فيديو تاني يوم مهم على منحة المرأة الماكثة في البيت هذه الملحة طبعاً يتخذ كل النساء ماكثت في البيت ولي ما عندهم ش عمل ولا لي ما تحقدرش تخدم ولا تروحة يعني تدير يعني تخدم الأروحة لي سبباً ما يعني من قدش ندخله في الأمور هذه على المهم أي ربة بيت ما عنده شمص دعمال هذه الفئة لها الحق في استفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت طبعاً ومنحة البطالة عفونا عندها شروط كيف منحة المرأة الماكثة في البيت يعني لها الحق في الاستفادة هي كذلك من منحة البطالة كنا نعرف الشروط إما تنطبق عليك فتستفيد من منحة البطالة وإذا ما طبقتش عليك رح تستفاد ممكن من منحة المرأة الماكثة في البيت وإذا ما استفادتش من منحة البطالة وما استفادتش من منحة المرأة الماكثة في البيت أختي أو أخي ممكن تستفادوا من هذه المنحة اللي رح نتكروها إن شاء الله في هذا الفيديو رح نتكلمه في هذا الفيديو على عدة امتيازات وهناك يعني أكيد فيها إيجابيات وفيها سلبيات رح تتوفر طبعاً بعض الشروط رح تستفادوا منها وليمكن في حال من الأحوال يعني كنت تهز منحة البطالة في ليلة وضحاعة تحب تفسخ ذلك العاقدة عجل واش عجل ما تستفاد من منحة المرأة الماكثة في البيت وهناك عدة أسئلة رح تجيني عليها لحد اليوم هل يمكن أنا استفادت من منحة البطالة نحبسها أو نفسخ العاقدة ونستفادت من منحة المرأة الماكثة في البيت ما يمكنش تعمليها هذه لأنه غير مقبولة وقادت تخسرين في زوج إذن هذه المنحة نقولنا عندها شروط تتوفر فيها وهي اللي تختارك مش أنت اللي تختارها ولا أنت مش أنت اللي تختارها تفهمنا منحة لها شروط وكل وحدة يعني هي اللي تختار لذلك المستفيد منها منحة تاخدوا منحة واحدة على الأقل وحاولوا أنكم يعني لو توقعوا العمل أعملوا أحسن من منحة البطالة يعني تعرفوا منحة البطالة محدودة السن ويعني وقدر يسقط أي شرط من الشروط في الليلة وضحاء تقصى ومنحة تفهمنا العمل المليح أحسن مستقبل تأمين بطاقة الشيفة ويعني منه تبني وتكبر ويعني أمور كثيرة لأنه مليون وخمسمية يعني ما عندها راح تدير حتى رئيس الجمهورة قال راح نقربها لزوج المعين يعني ما عندها ما عندها ما عندها راح تدير في البقتل يعني ما عندها تحل دار ومتعيش يعني إذن قلنا فيها تحديات كثيرة من الإيجابي والسلبي والمنحة نحن ذكرها هي منحة الجوزافية عندها خصائص عندها امتيازات عندها شروط راح تستفادوا منها وهي طبعا كل واحدة شخصي فوق 60 سنة من العمر بالغ من العمر يعني أقل من 60 سنة وما عندهش تغطية اجتماعية يعني هنا طبعا تخص كده جنسينا المرأة والرجل هنا ممكن يستفاد منها فقط ملاحظة إذا كنتم يعني عندكم معاش أو دخل شعري أكيد هذه المنحة مش راح تستفادوا منها فهمنا وتالي لك حاجة هذا المرض المزمن أو الإعاقة لتفوق 50 سنة أو 50 بالمئة عفوا راح يعني يقوموا بفحصك يعني مش أي واحدة لاتجي تقولي لي كما يقولي عندي القواتر وعندي الغدى عندي واحد يقولي عندي هذاك السمول الضغط الدموي يعني من قدر شعنا أقول لك هل تمنح لك هذه المنحة أو لا إلا إذا كنت مريت على طبيب مختص في هذا الشيء طبيب سكاري طبيب ضغط الدم وهو لشخص المرض هذاك ويشخص الإعاقة لكي كانت 50 بالمئة أو 100 بالمئة هنا يمكن لكم باش تتقربوا من مركز أو مكتب ناشاط الاجتماعي الموجود بمستوى البلدية تنتعكم وراكم تقيموا هناك مكتب هذا يستقبل الناس هذه الفئات ويعطيكم يعني وشي يلجب تخرجوا وتكملوا في هذا الملف وتدفعوا وإن شاء الله تستفيدوا منها الأهم الشورة تنتحها كما نشوفه مع بعض هذا المنشور هذا المنشور شوي أقديم جماعة يعني ما تشدوهش يعني فقط نعطون منشور نقرعه ونحاول نغيره في اللي رأي شي مغير المهم أرباب العائلات أو الأشخاص الذين يعيشون بمكفردهم بدون دخل المعاقين حاركين أو ذهنيا والغير قادرين على العمل شوفوا هنا أي رب عائلة هذا شرط يعيش مع العائلة تاعه ولا يعيش وحده ما عندوش دخل المعاقين يكون إما حاركيا وإلا ذهنيا وغير قادر على العمل هاذم تخصم هذه المنحة با يستفادوا منها أرباب العائلات والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بدون دخل هذو تاني رب العائلة هو راجل يعني ساكن وحده ما عندوش دخل يفوق سنه شوفوا هنا شرطه السن فوق ستين سنة يعني مقبول يفوق سنه ستين سنة كذلك هو ممكن يستفاد من هذه المنحة المرأة ربت عائلة بدون دخل تكون أم مسؤولة تكون مطلقة أكيد هنا وإلا أرملة هذه البالغة لعمر أقل من ستين سنة يكون عمرها أقل من ستين هي كذلك ممكن تستفاد من هذه المنحة الأشخاص الذين يفوق سنهم ستين سنة والغير مسجلين بمؤسسة مختصة وليس لهم أي مورد هذه وش معنى يعني هذه عايشين وحدهم ما عندهم مش دخل فكار عمرهم فوق ستين سنة يعني ما همش مستفيدين من أي منحة ما عندهمش يعني كنقول نحن ضمان اجتماعي ما عندهمش انتساب لأي صندوق يعني لا للكناس ولا للكازنوس وإلا الصندوق الوطني للتقاعد اللي هو سي آن آخ هذو يستفادوا من هذه المنحة الأشخاص العاجزين والمصابين بمرض العضل لا يشاف المؤمن كل الذين يفوق سنهم 18 سنة شوف المرض السلطان اللي عندهم عمرهم تفرمن 18 سنة ومصابين بمرض مزمن يسبب العجز أو الأشخاص الحاصلين على بطاقة معوق وليس لديهم مورد العائلات اللي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص معوقين الذين يقل سنهم عن 18 سنة ليس لديهم مورد يعني ما عندهم ش فايدة يعني مدخول ولا وحاصلين على بطاقة المعوق تدفع المنحة عن كل شخص معوق تحت الكفالة هنا الفرق شوف بين الفقرة السادسة والفقرة الخامسة هنا كان السن شرط السن هنا مختلف يعني هنا العائلة تاعة ها ها اللي راح تستفاد من الحال لأنه لم يتجاود السن 18 سن وهذا لا يحق له الاستفادة لأنه لم يبلغ السن القانوني يعني والديه هما اللي راح يستفاد من هذه المنحة وكل هو من يستفيد من هذه المنحة يعني بالنيابة عنه أما إذا تجاوج مثل ما هو مذكور في الشرط الخامس تجاوز السن فهو يستفيد منها شخصيا إذن ما كنت يعني كافية لمعوق أو معوق أو كانت يعني لديك يعني إذن هنا الوالد تاك والد المعوق هذا ربي شافيه من شاء الله كامل هو راح يستفاد عن كل معوق منها يعني أما إذا كان أكثر من واحد فسوف يستفيد على كل واحد منها يعني إذا كان عنده يعني قدر يربي ثلاث معوق راح يستفاد كل واحد يستفاد على كل واحد من ولداته منحة يعني المنحة ستضرب في ثلاثة فهمنا الشرط السابع الأشخاص المكفوفين الذين يتقضون أجرا مساوي أو أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون هنا طبعا الأجر الوطني الأدنى المضمون كما نعرف اسميك اللي هو زوج ملايين 20 دينار طبعا كما نقول هدا الإعلان هو قديم ومع جدوه شو فقط هنا تم التعديل الأجر الأدنى المضمون سنة 2022 ولا زوج ملايين هذه الفئة كذلك يمكن من استفادة من هذه الامتيازات وكل ما تتوفر فيها هذه الشرط عليه الذهاب مباشرة لمكتب النشاط الاجتماعي في البلدية الأقريبة لزكنها يعني باش يستفاد منها بقتلنا المزايا ممنوحة رح نقروها في عجالة مليون دينار جزائري يعني مليون ومئتين بالنسبة لأشخاص المعارقين حاملين بطاقة إعاقة بدون دخل يعني ما عندهم دخل وعندهم بطاقة إعاقة والذين يبلغسين هم 18 سنة على الأقل ومصابين بعاقة يعني مكفوفين يعني كف البصر بنسبة 100% إعاقة سمعية يعني ما يسمعون بنسبة 100% وكل عائلات بدون دخل وكذا العائلات بدون دخل والتي على عتيقها الشخص أو عدة أشخاص معاقين يعني العائلة هذه متكفلة بهذا المعاق يعني سواء بصريا ولا سمعيا يعني كون عندهم يعني معوخ واحد أو عدة معاقين يعني في العائلة بالنسبة 100% ويقل سنهم عن 18 سنة ومضحصين عن بطاقة معاق تدفع هذه المنحة لكل الشخص متكفل به ومعاق بالنسبة 100% هذه 8200 رح يعطوها المتكفل هذا كسواء الولدين ولا أي متكفل يعني بهذا المعاق 300.000 دينار جزائري بالنسبة لبقية الفئات المستفيدة اللي هي منحة جزافية للتضامن طبقا هي مشكلة 300.000 هي 700 طبقا للتنظيم المعلوم بيضاف إلى هذه المنحة مبلغ 120 دينار اللي هو 150 دينار لكل شخص تحت كفالة في عدود ثلاثة الأشخاص يعني منحة جزافية للتضامن بالنسبة ل هذه الفئات لامراض المزمنة رح يستفادوا من هذه المنحة ويزدون 150 هذا المرض التكافل بالتغطية والحماية الاجتماعية المستفيدين وكذا حقوق الذاوي الحقوق تبقى لأجراءات المعمول بها ويحسب المبلغ الاشتراك المدفوع إلى مصالح اجتماعي على أساس 6% من أجراء الوطني المضمون اللي هو زوج الملعين على كل شخص شهري البغزة أنه أشخاص مصابين بالعمراض المزمنة والمستاشية يعني العلاج دحم الأشخاص المكفوفين سمعين بصاريا أشخاص ذاوي الإعاقات الدهنية العائلات التي تكافل بأطفال ذاوي الاحتياجات خاصة لأقل من 18 سنة هذو كامل الفئات رح تستفاد من هذين منها أكيد والمرأة يعني ما عنداش دخل يعني ب60 سنة كالمطلقات والأرامل وكان يتجاوز العمر 60 سنة كذلك يمكنش عندهم دخل كذلك بالنسبة المطلقات والأرامل والأشخاص ذاوي الاحتياجات الخاصة إذن كان هذا هو الفيديو تاريط اليوم بالنسبة المرأة الماكينة في البيت منحة البطالة هذه المنحة الجوزفية لكامل كان هناك فئات تستفاد منها الغاية منها تحسين ظروف المعيشية المواطنين خاصة في ظن تدني القدرة الشرائية لمواطنين وارتفاع أسعار السلع والوازم الحياتية هذا مبلغ مالي مقدم يمكن تستفيد منه منحة الجوزفية الحصول على بطاقة الشفاء أيضا الرعاية الطبية المجانية في حالة المرض نتمنى إن شاء الله استفادتم من المعلومات لا تتعالكم نشكركم على حسن إصلاع ومتابعة تهلوا في روحكم إلى فيديو آخر دمتم في رأي طوح ذي مع السلامة